في نشاطين مختلفين قدمت مؤسسة بارزان الخيرية أكثر من 12 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لمخزون الأدوية في المديرية العامة لصحة سوران وفي نفس الوقت وزعت مساعدات مالية وطرودا غذائية وحلويات على 50 أسرى من ذوي الإعاقة في إدارة سوران المستقلة منذ سنوات طويلة وتقدم مؤسسة بارزان الخيرية خدمات شاملة في جميع جوانب الحياة للمواطنين ليس فقط في كردستان ولكن أيضا على مستوى المنطقة واليوم وبالتعاون مع شركة أواميديكال الأدوية قدمت المؤسسة 23 كارتونا من الأدوية والمستلزمات الطبية تبلغ حوالي 12 طن لمخزن الأدوية في المديرية العامة لصحة سوران سيتم توزيع هذه المساعدات على المستشفيات والمراكز الصحية في الأقضية والنواحي التابعة لإدارة سوران المستقلة لتخفيف الأعباء عن قطاع الصحة هناك تعد هذه المساعدات ضرورية للمواطنين وتظهر التزام المؤسسة والشركة بدعم القطاع الصحي في إقليم كردستان